السلام عليكم ازايكم يا حبيبي اعملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله احنا عمل مع بعض فرخة مشوية بطريقة سهلة جدا وبتدبيلة اقل ما يقال عليها انها روعة اللي اول مرة ان شاء الله نعمل النهاردة تدبيلة اضيف فيها البصل المطحون او البصل المفروم وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة روعة اللون تحفى الطعم الفراخ دايبة تماما وغير الريحة طبعا حاجة كده يعني مش هاد اقدر اوصفها لكم غير لما اجربوها بنفسكم هتعرفوا انا بتكلم عن ايه شوفوا الجناح بيتفصل بكل سهولة ازاي هي سخنة هي لسه طلع حالا من الفرن فانا مش عارفة امسكها البخار بيطلع منها اهو الجناح اتفصل بكل سهولة نقدر نقطع منها اللحم دايب دايب جدا ما قاعدتش في الفرن اكتر من ساعة التدبيلة عادية موجودة في كل بيت ما فيهاش اي مكونات غريبة او قصوصات غريبة وهقلوكو الحاجات الاساسية اللي نحطها في مجموعة التدبيلات او البهارات اللي هقلوكو عليها وهقلوكو على الحاجات الزيادة اللي ممكن نستغنى عنها شوفوا جميلة ازاي هنشويها في الفرن مش هنستخدم الجريل ولا الشواية ولا هندخن البيت ولا اي حاجة وفي النهاية هتدينا النتيجة الرواع دي عملت معاكو قبل كده على القناة كزا تدبيلة للفراخ المشوية والجميع انواع المشوية تدبيلة النهاردة ما تقلش جمال عن كل التدبيلات اللي فاتت يعني تقدروا تعتمدوها مع التدبيلات اللي عملناها مع بعض قبل كده وعايز اقولوكو على حاجة تانية مهمة جدا من عوام النجاح اي فراخ المشوية او اي تيور ان احنا سابقا في محلول النقع فترة كافية محلول النقع ده عملنا مع بعض كتير فالنهاردة انا مش مصوروه في الفيديو علشان ما طورش الفيديو قوي لكن هكلمكو عنه تاني لما اجد في اللحظة اللي هقولوكو فيها قبل ما نتبل الفرخة على طول يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا ونشوف البهارات وكالعايدة طبعا هكتبلكو كل البهارات في صندوق الوصف بالتفصيل اول حاجة هنحتاجها لتدبيلة الفرخة بصلتين وسط ولازم يكونوا مفرومين ناعم جدا فانصحكم تفروموهم في شفشاء الخلاط او في الكبة لو عندوكو كبة بتفروموا لحاجة ناعم اما لو حاستو انها متفرامتش ناعم قوي ممكن تدفوا للبصلتين اثناء الفرم معلقتين مية او معلقتين زيد علشان يتفرموا معاكو بسهولة ناعم جدا يعني عايزة البصلتين يكونوا بيوري خالص علشان مش عايزان يكونوا فيهم تفلخ خشن شوية علشان ما يتحرقش اثناء الشاوي تانية حاجة محتاجينها كبات زبادي ومعلقتين كبار كتشب او صلصة صلصة طماطم عادية وعصير رلمونتين وربع كبات زيد ودبس رمون هاخد منه معلقة كبيرة بس مش هزود اما البهارات بتاعتنا عبارة عن معلقة ونص ملح معلقة ونص كبار ملح وبقية البهارات التانية معلقة واحدة بس صغيرة توم بودر بصل بودر فلفل اسود كاري وكركم وبابريكا وجنزبيل وبهارات فريخ هقلب كل التدبيلة كل البهارات مع بعضها اخلطهم كويس جدا وفي بولة هنزل البصل المفروم وعلي البهارات كلها وحقلبهم هخلطهم وبعدين عصير اللمون هضيفه ومعلقة القدش بقى معلقة السلصة ودي مهمة جدا علشان اللون كمان كباية الزبادي بتطري النسيج وبتدينا نتيجة يعني روعة بتسوي النسيج جدا وبتخليه كده فيه تراوة ما بينشفش في الفرن واخر حاجة دبس الرمان لو مش موجود خلاص هو بيدي مزيزة كده وطعم لزيز للفراخ فلو مش متواجد عندكم وخلاص تقدروا تستغنوا عنه عادي جدا بالنسبة للفراخ نععتهم الاول زي ما قلتلكه في محلول النع اللي هو لتر من المية ربع كبات سكر ربع كبات ملح عصير اللمون وربع كبات خل بس بهم على قد ما بقدر يعني على لقل ساعتين محلول النع ده بينزل كل الزفورة النسيج لما بيتشربه لما الفرخة بتدخل الفرن المية دي اللي تشربتها الفرخة بتتحول لبخار بتسوي الفراخ كوي وبكده تضمني النتيور بتاعتك ما تنشفش معاكي مهما قاعدت في الفرنة او في الشوية بعد ما بخرجها من محلول النقع بشتفها كويس وبصفيها وكمان بنشفها بناديل مطبخ وببدأ بقى أتابلها بفرق كده الجلد عن اللحم وبدخل التدبيلة ما بين الجلد واللحم في كل مكان بحاول على قد ما بقدر بوصل لكل مكان في الفرخة الصدر والويرك زي ما انتوا شايفين برفع الجلد وبفرغها كده الاول وبعدين بدخل التدبيلة ومن فوق كمان وبعدين بلفها بقى ببلاستيك راب او بستريتش وبدأ خلع التلاج على لقل ساعتين ولو عايزة تاخد احلى نتيجة فبايتها من بالليل اما بالنسبة للخلطة اللي فضت معنا انا يعني اتعمدت ان انا اعمل خليط التدبيل دوت كتير شوية علشان تبقى جهزة عندي في التلاجة لو ما احب بقى شوي فراخ تاني فاطلعها واتبل بيها على طول بشلها طبعا في الفريزر وبتبقى عندي جهزة دي صانية اللي حشو فيها الفريخ فرشتها الاول بطبقتين من الفويل وطبعا انتو عارفين انو الورق الفويل مش صحي للأكل ان انا احط عليه الأكل على طول مباشرة فبحط طبقة من ورق الزبدة الاول فوق الفويل وبعدين بحط عليها الفريخ بنزلها بقى برصها كده بنزل عليها كل التدبيلة اللي موجودة عندي بتتبل خالص زي ما انتو شايفينه طبعا انا مشغلة الفرن سخن على درجة حرارة 200 مشغلة من عشر دقايق قبل ما ادخل الفريخ هنا برش معلقة من الفلفل الاسويت برضو وحبتدي انزل الشبكة قريبة لأرضية الفرن يعني مش على الأرضية على طول مباشرة لا احرفها درجة كده بس وهدخل الصينية بتاعتي على درجة حرارة 200 هتاخد حوالي ساعة او ساعة وربع في التسوية بتاعتها لو بعد ساعة افتحي كده الفرن ان لقتيها اخدت اللون وخلاص تمام هتخرجيها ان لقتيها لسا محتاجة انها تاخد اللون هتفتحها عليها شوية شوي وده شكل الفرخة بتاعتنا بعد ما استويت تماما قعدت في الفرن بالضبط ساعة وربع رغم انها ما شاء الله وزنها كبير الفرخة دي وزنها 2 كيلو وربع وطبعا زي ما انتو شايفين احنا شويناها بالعظم ما خلناهاش من العظم ولا اي حاجة خدت ساعة وربع بالضبط ما حتقتش افتح الشوية ولا اي حاجة انا بعد ساعة فتحت عليها الاتبة بتجي تحمر بس في خطوة انا عملتها وصورتها برضو بس المقطع مش للأسف في الزهر علينا نتمسح ايه هو الخطوة اللي انا عملتها انه انا بعد يعني نص ساعة فتحت عليها طبعا هي نزلت سوس كتير فبقيت اخد بالفرشة بتاعت الدهان بقيت اخد السوس ده من قاعد صانية وقادهن به وش الفرخة تاني وبعدها برضو عملت نفس الخطوة تاني يعني بعدها بربع ساعة كمان فتحت بقيت اخد ما اخدتش حاجة اضافة من بر هو نفس السوس او نفس الدهونة اللي بقيت تنزل من الفرخة بقيت اخدها بالفرشة الفرشة اللي هي بتاعت دهان البيض اللي بادهن بها المخبوزات عادي وبقيت يعني ادهن وش الفرخة من فوق فدتني اللون الروعة ده بدون ما احتاج شوية ولا اي حاجة خالص والنتيجة كانت ممتازة جدا لازم تجربوها عشان تعرفوا بنفسكو ريحتها خطيرة لونها كأنها يعني شارين فرخة ما شوية جاهزة لو حبينها تكون برحة الفحم ممكن كمان تولاها فحمة وبعد ما تستوي خالص هتحطوها في ورقة فايل كده وتحطوها في الصينية وعليها يعني رشة زيت او قطعة زبدة وتغطو عليها بفايل تتشرب بس رحة الفحم وبعدين تقدموها وتكلوها بقى الفهنة وشيفة عايز اقولكم ان انا قدمت الفرخة الحلوة دي في الغداء مع مكارونا مكارونا سبكت عدية جدا وصلاة خضرة ومخلل وصلاة الطحينة وكانت واجبة مغزية ومشهية وجميلة جدا ده كان الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى تكونوا عجبكم متنسوش ان اعجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم اشعارات وكل حاجة جديدة انزلها احب اقولكم ان شاء الله قبل ما اقفل الفيديو ان الفترة الجاية هنزل مجموعة وصفات بالشوفان بسكتات بالشوفان وسناكس وحاجات من دي لان في مجموعة من اصحابي بصراحة طلبوا مني وصفات للضيت وصفات بالشوفان فان شاء الله انتظروها الايام الجاية اشوفكم على خير ان شاء الله فصفات احلى بشكركم جدا سلام عليكم